يوما بعد آخر تزداد الضغوط على حكومة عبد المهدي بين مطالب بإخراج القوات الأمريكية وأخرى تدعو إلى عدم تحويل العراق إلى مخزن للأسلحة والصواريخ الإيرانية فيما تبقى قضية مطالبة الحكومة بموقف حازم من استهداف مخازن وقيادات الحشد هي الأبرز في الساحة السياسية ففي الوقت الذي تستمر فيه الدعوات النيابية لإقرار قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق والاتهامات بتعاون واشنطن مع إسرائيل في تنفيذ الهجمات الأخيرة على الحشد ظهرت دعوة تيار الحكمة إلى منع تخزين أسلحة غير عراقية على أرض العراق فيما يدعو الطرفان إلى الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي لم تعترف به الحكومة حتى الآن وبين الدعوتين تدور حوارات جانبية تدعو إلى سحب الثقة من حكومة عبد المهدي إذا لم تبد موقفا أكثر حزما تجاه استهداف الحشد إلا أنها وبحسب مراقبين لا تلقى إلى تشكيل رأي مقبول في الأوساط السياسية لا سيما في ظل الضعف السياسي الذي تشهده الحكومة والذي مكن الأحزاب من توسيع عملية تقاسم السلطة إلى تقاسم الدولة والدرجات الخاصة فيها وهو ما لم يحدث مع حكومة أخرى إلا أن العمل الذي قد يغير حسابات المعادلة السياسية هو تأثير الصراع الإقليمي وإرادة اللاعب الخارجي إذا ما رأى أن بقاء الوضع السياسي في العراق يتعارض مع مصلحته وهنا تنبغي معرفة مدى تأثير الإرادة الخارجية والإقليمية في صناعة القرار العراقي لمعرفة متغيرات المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر